ميزة جديدة او تحديث جديد اليوتيوب عمله في تطبيق استيديو اليوتيوب تحديث الجديد ده هيسهل عليك رفع الفيديوهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب اليوتيوب بيحاول ان هو يضيف كل المزايا في تطبيق استيديو اليوتيوب يعني تقدر ان انت تدير قناتك سواء كانت قناتك مفعلة او غير مفعلة تقدر تعرف انت وصلت لكم ساعة تقدر تشوف ارباحك لو قناتك مفعلة تقدر كمان دلوقت ان انت ترفع الفيديو من خلال تطبيق استيديو اليوتيوب وبالتالي هنتعرف الفيديو ده على التحديث الجديد اليوتيوب عمله في تطبيق استيديو اليوتيوب ازي ترفع الفيديو من تطبيق استيديو اليوتيوب وكمان ايه هو افضل مكان ترفع من خلاله الفيديو على قناتك لذلك تابع معي الفيديو من البداية للنهاية اول حاجة كده تأكد من ان انت عامل تحديث لتطبيق استيديو اليوتيوب علشان الميزة دية تظهر عندك ادخل كده المتجر بتاعك وابدأ ان انت اكتب يوتيوب استيديو واتلاقي هنا كلمة فتح او تحديث لو انت ظهر عندك كلمة تحديث ابدأ ان انت حدث التطبيق لو ظهر عندك كلمة فتح يبقى انت كده على اخر تحديث طيب هعرفك الاول الميزة الجديدة وبعد كده هعرفك افضل طريقة لرفع الفيديوهات هبدأ ان انا افتح تطبيق استوديو اليوتيوب حاليا انا فتحت تطبيق استوديو اليوتيوب بعد ما اتأكدت ان انا عملت تحديث هتلاقي عندي فوق كده علامة الزائد ديت ظهرت امامي هي هبدأ ان انا اضغط عليها بعد كده بيبدأ ان هو يظهر لي اللي هو الفيديوهات اللي موجودة عندي زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان اختار الفيديو اللي انا سجلته ومنتشته وجهز عندي ان انا ارفعه لقناتي هبدأ ان اختار الفيديو جالي الفيديو بالشكل ده أقدر أن أضيف المزايا بتاعتي أو التفاصيل كلها على الفيديو من خلال تطبيق السيد اليوتيوب ركز معي لو أنا عايز أن أغير الصورة المصغرة لأنه أخذ صورة كده من الفيديو أبدأ أن أضغط هنا على الألم اللي فوق ده أبدأ أن أختار صورة مصغرة أكون عاملها ومجهزها ببرنامج وأبدأ أن أضفها على الفيديو وأبدأ أن أحط هنا عنوان للفيديو وأبدأ هنا أن أضيف هنا وصف أضغط على وصف هنا وأضيف وصفي للفيديو وبعدك ارجع من السهم وهنا مستوى العرض طبعا عندك مستوى العرض فيه عندك اللي هو علني وفيه اللي هو خاص وغير مدرج لو انا عملته علني يبقى كده اول ما الفيديو ان انا اضغط علني وابدأ ان انا انشره ويبدأ ان هو يوصل اشعار للناس على طول اللي هم مشتركين في قناتي ويبدأ يظهر فيه بحث اليوتيوب ولكن لو غير مدرج يبقى انا كده فقط الاشخاص اللي هم لديهم الرابط هم اللي يقدروا ان هم يدخلوا على الفيديو وعندك الخاص طبعا اللي هو فقط الناس اللي انت هضيف ايميلاتهم هم اللي انت هيقدروا ان هم يشاهدوا الفيديو عندنا فيديو عن الكلام ده اللي هو الفرق بين غير مدرج وخاص وعلني اهم الفيديوهات تكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت هرجع حاول تفرق بين حاجتين تفرق ما بين رفع الفيديو ونشر الفيديو يعني انا دلوقتي مثلا ممكن ان انا الفيديو ده ارفعه واخليه غير مدرج وبالتالي اخليه دلوقتي ما نشروش علني دلوقتي محدش قدر يوصل لي ولكن احوله علني مثلا بعد يوم اثنين تلاتة يعني انا ممكن اكون رافع عندي خمس فيديوهات عشر فيديوهات غير مدرج وابدأ ان انا كل فترة حاول منهم علني اخلي عندي كده مجموعة فيديوهات موجودة على القناة لاي ظروف تحصل عندي ولو انت عايز الفيديو يتنشر علني وبشارة يبقى تختار مستوى العرض علني بعد كده عندي هنا ميزة تحقيق الربح لو انت قناتك مفعلة هتظهر عندك وتبدأ تختار اللي هو مفعلة علشان يبدأ ان هو يفعل الاعلانات على الفيديو ده لو قناتك مفعلة وبعد كده بتظبط كل الاشياء اللي عندك ديت بتضيف قيمة تشغيل من هنا تمام وعندك هنا اللي هو ليس مخصصا للاطفال او فيديو مخصص للاطفال بتختار من هنا اللي هو الجمهور وعندك كمان هنا اللي هو التعليقات يعني انا اخلي التعليقات شغالة واخليها الاشراف على التعليقات اساسي بالشكل ده كده او ان انا اوقف التعليقات على الفيديو يعني زي ما انا عايز بعد ما ضبط كل الاعدادات اللي هيا خاصة بالفيديو ابدأ ان انا اختار اللي هو تحميل بيبدأ ان هو يرفع الفيديو على قناتي بعد ما بيتم مرفع الفيديو بيتم معالجته زي ما انتم شايفين كده قدامكم كده اكتمل رفع الفيديو زي ما انتم شايفين كده هوات داخل السيديو يوتيوب ممكن ان انا اضغط هنا على النقاط اللي جنبه كده وقل له تعديل واقدر ان انا اعدل هنا في الايه? اعديات الفيديو اللي انا رفعتها او تفاصيل الفيديو. زي ما انتم شايفين كده. وعندي هنا اشياء اهوت. لو انا ضغطت على المزيد من الخيارات اللي هو العلامات وريميكسات شورتس والفئات وغيرها. اللي عندي هنا بقت اللي هو التعليقات اهوت. والفئة اختار الفئة بتاحت المناسبة للفيديو. وكل التفاصيل قدامك. وعندك هنا كمان ما تنساش اللي هو اضافة العلامات. لو ضغطت عليها كده. هنا ابدأ ان انا اضيف ايه? اللي هو اه اللي هو التاجز او الكلمات المفتاحية. ربح مثلا. وابدأ ان انا اضغط كده انتقل بالسهم اللي تحت ده. اهوت. ربح الفين اربعة وعشرين. مثلا. تختار كلمات مفتاحية وتبدأ ان انت تنتقل وتحط عندك الكلمات المفتاحية. من خلال العلامات. خلاص كده اضغطينا على السهم اللي هو الرجوع. وبالتالي انت تأكد من ان انت ضفت كل التفاصيل. عملت سيو كامل على الفيديو. وبعد كده بتضغط على حفظ. ايا كان بت انت عايس ننشروه دلوقتي علني او عايس ننشروه بعدين. وبالتالي هي ميزة كويسة. اليوتيوب اضافها في تطبيق السيدو اليوتيوب. التطبيق السيدو اليوتيوب ده تقدر ان انت تعمل منه كل حاجة. كمنشئ محتوى. يعني انت كصاحب قناة منشئ محتوى. تقدر انت تعمل كل حاجة وتشوف ارباحك وتشوف كل شيء. وكمان اضاف لك موضوع اللي هو رفع الفيديوهات من خلال الزائد اللي هي اتكلمنا عنها. يبقى دي الطريقة الجديدة اليوتيوب عملها. ايه الطرق القديمة الموجودة اللي انا من خلالها ادعى ارفع فيديوهات. لما دخل كده على قناتك من خلال تطبيق اليوتيوب العادي ما لقي عندي علامة زي التحت اضغط عليها. وابدأ ان انا اضغط على تحميل فيديو. وابدأ ان اختار الفيديو من عندي من على الموبايل. وبالتالي دي الطريقة التانية اللي موجودة. الطريقة الثالثة وهي من خلال متصفح جوجل كوروم. كل انا باتكلم عنه ده بالموبايل. لسه مروحتش للكمبيوتر ولا اي شيء. طيب انا لو عايز ادخل من خلال متصفح جوجل كوروم. وارفع الفيديو واودير قناتي من خلال جوجل كوروم. اعمل ايه? هبدأ ان انا افتح متصفح جوجل كوروم بالشكل ده كده. وطبعا اتأكد ان انا مسجل دخول باميل قناتي. واضغط بعد كده على النقاط اللي دي واختار اللي هو اصدار الموقع الالكتروني او عرض سطح المكتب او الديسك توب سايت. علشان اشتغل كاني شغل من الكمبيوتر او لابتوب بالضبط. ركز معي. واجي هنا في البحث واكتب ستوديو يوتيوب. بعد ما اجتبت ستوديو يوتيوب اجي هنا واعمل تسجيل دخول. وهو بيحمل كده اضغط على النقاط اللي فوق. واتأكد ان انا على اصدار الموقع الالكتروني. علشان مش ينتقل للتطبيق. ايب انا كده دخلت من خلال متصفح جوجل كروم كاني داخل من الكمبيوتر او اللابتوب. طبعا كان ممكن ينقلني لصفحة تانية غير دية. بعدين بتختار منها قناتك وبعدين بتختار التقصيص وبعدين بتبدأ ان انت تدخل على لوحة البيانات الخاصة بالقناة زي ما انا شرحت كده. بيظهر عندك هنا فوق اللي هو انشاء. اضغط عليها وابدأ ان انا ارفع الفيديو من هنا برضو. ما بيش اي مشكلة خالص. وازبط عليه التفاصيل وكل شيء. ولو انا داخل من اللابتوب او الكمبيوتر زي ما انتو شايفين كده. بفتح قناتي على اي متصفح مثلا جوجل كروم. واضغط على علامة الزايد اللي فوق ديت واقول له تحميل فيديو. وابدأ ان انا ينقلني لصفحة تحميل الفيديوهات. واختار الفيديو من عندي. وابدأ ان انا ارفعه. زي ما انتو شايفين كده اختار الفيديوهات او الملفات. وابدأ ان انا ارفع الفيديو. طيب تمام. كده احنا تعرفنا على الاماكن اللي اقدر من خلالها ارفع الفيديو على خناتي. ايه افضل مكان اقدر ارفع من خلال الفيديو علشان الفيديو بتاعي يجي لمشاهدات. ارفع من المكان اللي انت عايزه. يعني اقدر ترفع من الموبايل من خلال تطبيق اليوتيوب او من خلال تطبيق السيديو اليوتيوب او من خلال متصفح جوجل كروم كله ده من الموبايل او من خلال اللابتوبة والكمبيوتر. المهم ان انت تضيف على الفيديو. المكان اللي انت ترفع منه مش مشكلة هو ايه? الهم ان انت تضيف الاستهداف بتاعك على الفيديو اللي هو عنوان فيه استهداف مع وصف مع كلمات مفتاحية تعمل على الفيديو اللي هو تهيئة او تحسين محركات البحث انا لو فكرت ان انا اشتغل من الموبايل عن نفسي احب ان انا اشتغل من خلال متصفح جوجل كوروم لان انا بحوله كأنه بالضبط شغال من اللابتوبة او الكمبيوتر بيكون كل حاجة ظهر امامي العنوان الوصف الصورة المصغرة كلبات مفتاحية تاريخ الفيديو كل التفاصيل موجودة قدامي كأن شغال من اللابتوبة او الكمبيوتر بالضبط ولكن تقدر ترفع من اي مكان المهم ان انت تضيف السيو على الفيديو وانت بترفعه وممكن ان انت ترفع الفيديو من خلال الميزة الجديدة في تطبيق استيديو اليوتيوب او من خلال تطبيق اليوتيوب العادي وتبدأ ان انت ترفعه غير مدرج وتبدأ ان انت تدخل بقى من خلال متصفح جوجل كوروم وتعمل عرض سطح المكتب وتبدأ ان انت تضيف التفاصيل على الفيديو وتعمل الاستهداف بتاعك اللي هو السيو على الفيديو وبعد كده تبدأ ان انت تحاوله عالني سواء ان انت تحاوله عالني بقى من خلال التطبيق استيديو اليوتيوب او من خلال المتصفح اللي انت فتحه وبتضيف التفاصيل عليه زي ما انت عايز انا بقى قلت لك هوت نصحتي لو انا برفع الفيديو انا نفسي برفع الفيديو من الموبايل مش معي اللابتوبة أو الكمبيوتر وهشتغل من الموبايل هشتغل من خلال متصفح جوجل كروم هو أفضل حاجة من وجهة نظري اكتب لي في تعليقات هذا الفيديو أنت بترفع الفيديو من التطبيق بتاع سيديو اليوتيوب ولا تطبيق اليوتيوب العادي ولا متصفح جوجل كروم موضوع اللي احنا كلمنا فيه اللي هو موضوع سييو اليوتيوب الفيديوهات تكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت وهتظهر معك أهم الفيديوهات في شاشة النهاية تقدر تنتقل لها وتعمل سيو على الفيديو بتاعك علشان يظهر في محرك البحث وتحصل على مشاهدات ومشتركين ان شاء الله لخناتك تحياتي لكم في امان الله مع السلام